أصدرت حكومة الاحتلال الصهيوني تعليمات بوقف إعادة جثامين شهداء مدينة القدس المحتلة إلى عائلاتهم وبررت القرار بمشاركة المئات في تشيع جنازة الشهيد على أبو جمل في القدس فجر اليوم في أعقاب تسليم جثمانه بعد أشهر من احتجازه في ثلاجات الاحتلال واشترطت سلطات الاحتلال بألا يحضر الجنازة أكثر من أربعين فردا وكانت عائلات الشهداء قد تمكنت من انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بتسليم جثامين أبنائهم قبل بداية شهر رمضان المبارك